ولكن العالم اليوم عم بفكر في التفكير المادي في الأمور المحسوسة والملموسة وطبعا في البعض منها مثل تومة يعني إن لم أرى وأضع إصبعي مكان أو لا أؤمن ففي ناس محتاجين للرب يسوعي يجي شخصية يقول لك تعحط إصبعك في الجرح فشو رسالتك لهذه الناس؟ رسالتي لهالناس كما قلت إن الناس عندهم عصب لحياة هو المادة لأن الإنسان من مادة وروح أخذ من تراب الأرض ونفخ فيه نسبة حياة فالإنسان متعلق في المادة بكل كيانه السبب أن المسيح نبر ونبه عن هذا أنه لا تقدروا أن تعبدوا ربين الله والماد فكما أن المادة هي عصب الحياة أنا أقول إن الإيمان هو قلب الحياة لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه أن الذي يأتي إلى الله أخي المشاهد ينبغي أن يؤمن أن الله موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه فهذا العالم كما قلت حضرة الأسيس نزار يحتاج إلى الإيمان يحتاج إلى التوبة وبدون هذا سيبقى حائراً وضائعاً وتائهاً يتلمس النور في وضح النهار السبب لأن الداخل ظلمة الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح وأريد أن أقول أمر في غاية الأهمية أن الإيمان أخي المشاهد هو تعريف وليس معرفة بدليل أل من يقول الناس إن أنا في قيصرية فلبوس طرح المسيح هذا السؤال ناس قالوا أرميان يسوحنا المعمدان قالوا أنوا أنتوا شو بتقولوا قالوا بوترس أنت المسيح ابن الله الحي وكان جواب المسيح طوبة لك يا سمعان بن يونة أن لحماً ودماً لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات أي أن الإيمان هو تعريف وليس معرفة على أساس إيمانك هذا أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها فنحن الإيمان هو عطي من الله أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله فأنت تحتاج إلى الإيمان لهذه الشريحة من العالم أقول جواباً على سؤالك السيسيزار أن العالم يحتاج إلى أمرين الإيمان والتوبة الرجوع بس التوب الله يعطيك الإيمان بس ترجع للرب الله يعطيك النعمة بس تجي للرب الله يحضنك بمحبته إن يسوع أخي المشاهد ولد فيه مزود وخرج من القبر منتصراً وغالباً له المجد كما قال معلم اللهوت تعرفوا طيب الذكر فن لقراهم فن لقراهم يقول التوبة استاذي التوبة المقرون بالإيمان يعني هي ذات العملة ذات الوجهان التوب وتآمن ما فيك التوب بدون إيمان وما فيك تآمن صح بدون رجوع إلى الرب وهذه الرسالة طبعاً اللي بتقدموها لكل واحد سواء في لبنان سواء عبر الشاشة